السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم الرسالة تشفى في اي وقت بإذن الله هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله لمن يريد حجز القراءات الخاصة حبيب قلبي لنك الأدمين في صندوق الوصف حبيب قلبي رسالة ليكم بالتجديد جدد طقتك جدد من حياتك جدد من دي كور شقتك جدد من المكان اللي انت بتنام فيه نفض روّق اعمل اي حاجة تتخيلوها تجدد من طاقة المكان يعني ايه؟ يعني مثلا قوموا بتنظيف البيت بتعطيروا بنقل العفش من مكان لمكان يعني غير مكان السرير غير مكان الكنبة مكان الحاجة اللي انت قاعد فيها الأنتري يعني اعمل حاجة فيها تجديد وتغيير لطاقة المكان نفسه أو لطاقتك انت في حاجة انت حبيبها لنفسك اشتريها في حاجة مثلا عايز تجيبها لنفسك حاول انك تجيبها كافئ نفسك اعمل حاجة لنفسك حاول انك تقوم بالتجديد لحياتك او لطاقتك لشكلك ممكن كتير منكم عايز يروح زي زي اماكن طبيعية مثلا زي تبعد عن طاقة مكان معين او انت مثلا عايز تعمل زي طاقة تغيير ممكن اصلا انت عايز تغير بيتك كله تغير مكانك في منكم عايز يسافر يعني ممكن انت اصلا عايز تسافر وتنتقل لمكان تاني او مكان انت عايشت فيه مدة طويلة قوي لما مليت مثلا فانت انتقلت اصلا في منكم هنا انتقل اساسا لكن في منكم فعلا عايز يغير طاقة مكان انت عايزين كده حاسين انتو مش متوازنين في مكان معين مرتاحين لمكان عن مكان فانتو عايزين طاقة تجديد طاقة تغيير حتى في شكلكم غيروا من تصريحة شعرك مثلا لو انت امرأة او رجل غير من ستايل معين بتلبسه المهم ابدأ في طاقة التغيير من نفسك كل يوم مثلا اعمل حاجة جديدة مثلا قاعد في البيت كل يوم لا مثلا انزل اتمشى شوية اروح مكان طبيعي قاعد فيه اروح جنينة افسح الاولاد يوم جمعة اعمل اي حاجة زي روتين غيروا اللي هو انت محتاج تغير روتين يومي في حياتك محتاج انك تكون في تجديد باستمرار ليه لانك هتجد حل لكل مشاكلك وهتتوازن هتلاقي حل لكل مشاكلك وتوازن لكل حاجة في حياتك هتحصل معاك طاقة التغيير اذا بدأت من نفسك غير من نفسك يمكن منكم كتير عايز يغير من طباعه يعني ممكن طباعك عايز تتغير ممكن عايز شوية تنازل انت شخص يمكن ما بتتنازلش بسهولة انك تغير حاجة من طبعك وكأنك بتقول اللي عايزني يقبالني زي ما فلا مش كله كده لو انت فيك طبع سيئ حاول انك تغيره ممكن انتو محتاجين للحاجة دي لانك لو ما غيرتوش من نفسكم هتفضلوا طول عمركم مسجونين في حاجة محبوسين في امر عالقين في شيء مربطين في حاجة هنا الربطة دي بتتفك هنا بانك تحاول تغير من نفسك او من طبعك او من حياتك او من محيط كنت فيه وصلتوا لدرجة وعي كبيرة قادرين تشوفوا الصح من الغلط وقادرين تشوفوا الحقيقة من الكذب وعارفين انتو تقدروا تنقوا طاقتكم من مين الناس الكذبين او الخدعين او تغير من حاجة معينة في حياتك علشان تلاقي طاقة الوفرة هنا في منكم بيبحث عن طاقة الوفرة يجب عليك التسامح اولا يجب عليك التسامح علشان تقدر انك تستقبل طاقة الوفرة في حياتك في منكم كتير حبيب قلبي محتاج طاقة الامتنان محتاج انه يمتن لله سبحانه وتعالى لكل فرصة جتلك في هذه الحياة لكل حاجة من رب العالمين فتحها لك او خلاك شفت اعداء او خلاك شفت احباب ليك او خلاك شفت اشخاص في حياتك مشوق على الطريق الصحيح او اي نعمة من نعم الله في حياتك محتاج انك تمتن كتير كتير عايزين تفعلوا طاقة الحمد والشكر حبيب قلبي لله وكتير منكم للأسف يعني في منكم كتير بينجذب لعلاقات تشبه العلاقات السابقة في حياته يعني كأنك مثلا بتجذب نفس الاشخاص كل مرة فانت هنا محتاج انك تجدد من نفسك وتغير من طاقتك ليه علشان ما تجذبش الاشخاص السامين في حياتك مرة اخرى دايما بقول لكم ان طاقت الاشخاص الروحانين عموما بتجذب الناس السامة ليه علشان يتشافهم بس في منكم وصل لمرحلة الشفاء وخلاص انت رسلتك في الحياة انت عرفتها فما تجذبش لنفسك اشخاص سامة وحاول انك تقول لنفسك توكيدات بانك بتجذب الاشخاص اللي بيخدموا منفعتك العليا في هذه الارض يعني حاول انك تجذب الاشخاص المتشافية لحياتك العلاقات المتشافية ما تجذبش شخص لسه بيتشافة لسه تعبان لسه بيقاسي لان انطقتكم بتتأثر اي نعم في منكم اصلا هي دي رسلتك في الحياة انك تشافي الاشخاص دي بس انت برضه في بعض الاوقات بتبقى عايز انك ترتاح تنقي طقتك من الاشخاص الغير متشافية لان انتو عندكم حاجة تسمى الاستشعار الحسي يعني بتستشعر التقاط حساسين للطاقة يعني حبيب قلبي بتستشعر التقاط السامة وتستشعر التقاط المتشافية والاجابية فانتو هنا حبيب قلبي محتاجين تنقوا طقتكم لبعض الوقت وبعدين ترجعوا تاني في مرحلة التشافي لو احد بيدخل في حياتك حد مثلا نوري المتشافية هترجع تاني لمرحلة التشافي لانها رسلتك في الحياة للبعض طبعا انت انسان شفائي بس في بعض الوقت لازم انك تفصل تبتعد تحمي طقتك لفترة معينة تتأمل تذكر الله تبتعد عن اشخاص سامة لي علشان تقدر انك تتشافى وتكون طقتك عالية وتقدر تكمل في مرحلة الشفاء علشان كده لازم انك تجد طقتك من الوقت للتاني وتنقي طقتك وتبتعد عن الاشخاص الغير متشافية لازم انك تفهم انك وصلت الحكمة الهية وهي بتعتبر المعرفة الخفية من الله فلازم انك تفهم ان كل شخص بيمر بتحديات معينة وبمشاكل لو بالذات الروحانيين او الناس المستيقظين بيمروا بعدة صحوات روحية فلازم انك تعرف ان اللي كل اللي انت بتمر بي هي تأهيل للمرحلة الجاية تأهيل اللي انت هتكون فيه كتير منكم عزلين نفسهم او هم مبسوطين بالعزلة بس فيه كتير منكم دموعه نازلة يعني كتير منكم بيقاسي من امره او قاعد لوحده او اه حاس ان هو منعزل بعيدة عن الاخرين اه بيدمع كتير منكم دموعه بتنزل اه حاسس انه كبر مية وعشرين سنة يعني كانوا بيقول انا عجزت قبل اواني ولا ايه اه نقي طقتك مش بقولك انت محتاج تنقي الطاقة ناس كتير منكم بيتسألوا بيقولوا ليه انا يعني شكلي اصغر من سني هحب اقولكم انا قلتها كذا مرة في كذا فيديو بس يعني فيه منكم بيسأل في التعليقات تاني وبيقول انا عايز اعرف انا ليه شكلي بيبان صغير عن سني اه وناس كتير بتنجذب لي اذا كنت رجل او امرأة انت اللي كتبت التعليق دايما بقول اه الانسان اللي بيحقد او بيحسد او بيغير او دايما عنده تقاط حقد الاخرين بيحصل عنده حاجة اسمها التدمير الذاتي داخل الجسم فجسمك بيأثر على وشك بيعمل كل حاجة عشان وشك يعجز قبل الاوان لان عندك من جوة تدمير ذاتي اصلا انما الشخص المحب للاخرين الشخص اللي عنده حب له مشروط للعالم الشخص اللي بيحب يسامح بيحب دايما انه يغفر يسامح يقول مثلا خلاص هو وقت وعد ده ربنا هيجيب لي حقي انا مش عايز حاجة من الدنيا انما الشخص اللي بيعجي يقول انا عايز انتقم عايز حقي من الدنيا عايز حاجات دي كلها ما بقاش انت شخص متشافي من الداخل لو بتحصل عندك زي تدمير ذاتي بيحصل عندك عايز باستمرار تعب باستمرار وشك بيعجز قبل اوانك فانت لازم تطلع من التقدي كلها رب العالمين حط فينا مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وهي قلبك المضغة اللي ربنا حطها فيك واذا صلحت صلح الجسد كله فيش حاجة هتصيبك بإذن الله غير ما وشك هيبدو اصغر من سنك بكتير مرض مش هيصيبك بإذن واحد احد طبعا الا من راحي مربي يعني اللي ربنا اراد انه يصيبه بيصيبه لكن انا بقولكم الناس اللي بتكون صالحة القلب نقية القلب بيضاء القلب بيحصل عندها زي بياض قلبها بيطفو على وجهها مهما كانت لون درجة بشرتك يعني بتلاقي وشك دايما فيه نور فيه هالة نورانية للاخرين بيهبوك بيحبوك عندك طاقة محبة ذاتية من الناس بتلاقي وشك صغير دايما عن سنك مهما كان سنك كبير بتبان طفولي لان من جوه اصلا قلبك بيكون قلب طفل صغير ما بتشيلش ما بتحقتش بتنمي سامح مش عايس من اي حد خالص فدي حبايب قلبي المضغة اللي ربنا حطها فينا علشان لو صلحت صلح جسدك كله فاللي بيسأل هنا ليه وشي اصغر من سني ده لانك من جواك ابيض لانك من جواك نقي فنقاء قلبك بيطفو على وجهك وبيكون معاك روحانيات عالية جدا او نورانيات كمان لان دايما الانسان الروحاني او النوراني بيبان نور على وجهه ودايما كتير بقول لكم اللي عاوز انه وشه ينور يقرأ الكرآن واكتر صورة بتنور الوجه وبتخلي كمان وشك وجسدك كله يبيض زي النور الالهي سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى وكأن في وشك نور الالهي من عند ربنا هي اية النور استمروا عليها حبايب اللي بوقت لقوا جمال يفوق جمالكم الناس كلها بتنجذب ليكم سبحان الله ودي بتزود طاقة الجذب عند الروحانيين حبيبي اية النور بنصح اي روحاني اي نوراني ما يستغناش عنها لانها تصف رب العالمين الله نور السماوات والارض ومن يستمر عليها يجد النور يجد الارشاد يجد البصيرة يجد الحب يجد الاكتمال يجد كل طريق في حياته مفتوح بإذن الله ومضيء من عند الله بنور حبايب قلبي خليكم على آية النور واعرفوا ان رب العالمين لما بيصلح من قلب إنسان بيصلح حياته كلها وبيكون بيحبه ربك بينظر دايما للقلوب علشان كده لو لقيت نفسك أصغر من سنك وجهك يبدو عليه الطفولة البراءة اعلم ان ربنا بيحبك وبيحميك كمان واي حد بيدبر لك اي مكيدة هو اللي بياخدها لانك ما بتئزيش حد شخص مسالم في كل الظروف وكمان الناس بتفهمكم غلط كتير لان دايما بقول الناس اللي عندها قوة جذب بيتفهموا غلط من الطاقات الظلامية للأسف يعني بس رب العالمين بيرجع يصلح كل شيء وبتتضح إليهم الصورة علشان كده بيتشافوا عن طريقك انت انا خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته